السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الكلام نبدأ به والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليها بطل الصلاة والسلام انهار دا ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض بابا نويل زي ما حضراتكم شايفين بمضيقة سهلة خالص وجميلي وهتقدر تعمليه لأولادك وتفرحهم كده به عملناه كده الجلم الرصاص وعملناه ممكن انك تتعلقيه في مدلي او تتعلقيه كده على حيطة زي ما حضراتكم شايفين من غير جلم الرصاص يلا بنا كده ندخل على الفيديو بتاعني دي بنات قطعة من الفل زي ما حضراتكم شايفين قطعة دي من الفل مربع مستطيلة زي ما هي موجودة عندك فانا هقطحها على الشكل دايرة كده على الشكل كورة بالشكل دي تهفضل فيها بالقطر ادور فيها لحد ما تبقى معايا كورة القطعة الفم دي او الفلين دي عفوا قطعة الفلين دي هي اللي هنعملها راس البابا نويل زي ما حضراتكم شايفين سأواء اي كانت اي كانت الحتة دوريها اهم حاجة تبقى مزبوطة كده الراس من جدام شكلها مدور كده ومزبوط انا عندي قطعة الفم دي شكلها كده فيها دايرة اهي مضغوطة في المصنع في المصنع بتاحي فيعني مش هتفرج معاي اه هخليها كده من وره اف بابا نويل كده هخليها فيها من وره اه عند الطاقية بتاعته وهخلي الوش المستدير كده من جدام زي ما حضراتكم شايفين هبتدي افضل ادور فيها بالطريقة داي اه الحدمة بيجيت معايا دايرة اهي وبرده هسويها كويس خالص ما خليش فيها اي زيادات ابكتر ابسكينة باي حاجة لتتصرفي من اي حاجة وتتعملي الحاجة كده عملت 3 كور عشان هعمل 3 بابا نويلة اه زي ما حضراتكم شايفين اه فيهم واحدة اللي هي مفتوحة كده من وره فهعملها برضي معاكم وجبت المكوى بتاعتي ودي وراجة فم يا بناعي وراجة فم لونها اصفر دورت على لون بيج ما لجيتش خلاص هستخدم اللون الاصفر وهدغطها كده بالمكوى حطها على المكوى وحاول ادورها كده بالكورة طالما سخنتها هاي زي ما حضراتكم شايفين اهانو خلي الحتة اللي هي مدهبة كده خليتها من جوا والضهر بتاع ورقة الفم خليته من بره في الوش وهساوي قطعة الفم كويس كده على الدائرة بالطريقة دي اللي حضراتكم شايفين وهجب مسدس الشامع والزق ورقة الفم في الدائرة بتاعته بجي طريقة سهلة خالص وبسيطة وهيتعجبكم ولادك برك هيفرحوا بيها خالص لازجتها هزي ما حضراتكم شايفين كده بيجي الوش ده الراس بتاعت بابا نويل هجب دلوقتي ركنت الراس بتاعتي وهجب اي ورقة فم عندك هنا عندي ورقة من الفم الجليتر هجب كده الجلم الرصاص وهدورها كده دواير دايرة كده الف هرول حوالين الجلم بالشكل دي دا هيكون الجسم بتاع بابا نويل انا هعمل البابا نويل ازرج اللي الاولاد حابينه يكون ازرج وبنطي هعمل هو اللي هاللبس بتاعه احمر وهجب قطعة ورقة الفم الزرجة داي وهزي ما حضراتكم شايفين ودي هتبقى الجسم بتاعي اللبس بتاع بابا نويل من برا هتي دلوقتي اعمل الادين بتوع بابا نويل هجب بردك قطعة من ورق الفم اللي هي لونها ازرج بالشكل دي داي وهجصها اه سوع بالشكل دي دا هيكون دراع البابا نويل وغصيت بردك باللون الاصبر كده الكف بتاع بابا نويل بالشكل دي داي وهلزجهم افبعض وهلزج الكف هلزج الكف بتاعتي في الدراع اهو زي ما حضراتكم شايفين كده بالطريقة داي اهو زي ما حضراتكم شايفين وهجب قطعة من ورق الفم الابيض وهعملها زي كنار للفرو بتاع بابا نويل الفرو اللي بكون على طروف اللبس بتاعه وهجي من جدام بردك هعمل كنار اللبس بتاع بابا نويل من جدام بردك باللون الابيض بالشكل دي داي وقطعت بردك حتة من الفرو زي شكل زجزاج كده بالمجاس ما عنديش مجاس زجزاج فبردك اصرفت وقطعتها كده بالشكل دي تخليتها كنار لللبس بتاعه من تحت وده الحزام بتاع بابا نويل زي ما حضراتكم شايفين وده قطعة من الورق الفوم الاصفر والتانية قطعة من الفوم الاسود وهلسجها كده في النص بتاع اللبس بتاعه كده هلسج اخر مرحلة هلسج الايديان بتاع بابا نويل هجسرهم بس شوية هم اطول معاي اهو جسرتهم وهو زي ما حضراتكم شايفين اه كده عملنا جسمي بتاع بابا نويل هلركب الراس اه زي ما حضراتكم شايفين انا حبيت اعمل معاكم اللي هي الكورة المفتوحة اهو كده وكده لسجنا الراس بالشكل ديتي اهو سيبتها كده نشفت وده الدجني بتاع بابا نويل غصيته كده على شكل منحني ومن تحت اه غصيته بالشكل ديتي اهو هاجي كده في نص الراس والسجوه كويس اهو زي ما حضراتكم شايفين بس هو طويل مني شوية هجس منه حبة كده وده الشنب بردك اهو كده هحطوه هلسجو بردك فوق الدجني بتاعه على طول هجيب ورقة الفمو من ناحية الزاوية كده واغصها على شكل مسلس هنعمل الطاقية بتاعت بابا نويل اهو كده زي ما حضراتكم شايفين اهو وبمسدس الشمع وهلسج الطاقية بتاعتي اهو وحاول اداري اللي هي الفتحة اللي هي مفتوحة في الطاقية في الراس بتاعته كده من ورقة هزي ما حضراتكم شايفين هي بس الورقة الفم الطربوش بتاعه طلع صغير شوية فما يعملش حاجة فهلسج في ورقة بردك من الفم هلسجها كده فيه اداري الحتة البيضة اللي هي مفتوحة ده اهو زي ما حضراتكم شايفين وهاجي بردك في الطاقية بتاعته كده من فوج وهجيب قطعة من ورق الفم بردك والسجها كده كنال للطاقية بردك اهو زي ما حضراتكم شايفين هاجي هنا دلوقتي دور الانف بتاعته هجيب حت من ورق الفم لونها اسفر احطها في المكوى كده واجصها على شكل دائري واتغطها كده بصابعي بحيس انها تكون مدببة من جوه وبالمجاز كده واسويها كويس بردك اهو كده زي ما حضراتكم شايفين وهجي كده فوج الشنب من فوج وهلسج الانف بتاعت بابا نويل اهو كده بابا نويل بتاعي خلاص كده فيضل شغل لمسات الاخيرة هعمل اي جلم عندك اسود اي جلم عندك اسود او اي لون يعني او لون ازرج لون اخضر وحبه تعمل بيه العيون فهتعملها بيه هو بالشكل دي تاي اعملت العيون بتاعته وحاول كده اضغط لها النقطة ساخضره كده في النص اهو بس اهو كده زي ما حضراتكم شايفين وهجيب عندي اللي هو اللون البنك بتاع المكياج كده وحمره خضوده برد شويه او ده اللي قطعتين من ورق الفوم هنعملهم اللي هي بتاعها بتوجه من ورق كده في الطاقية بتاعته هندورهم كده وهننسجهم في الطاقية مفوج اهو بالشكل دي وهجي هنا في النص طبعا ده انا عاملينه احنا جلم هتعمليه مادليا هتراحطي له شريط كده في الطاقية في النص ودي بابا نويل كده عملت اتنين لونهم ازرق اهو بالطريقة دي في الجلم دول هيكونوا جلامي اهو زي ما حضراتكم شايفين وبابا نويل عملته بالاحمر بردك بنفس الطريقة اهو زي ما حضراتكم شايفين هجيب دلوقتي حابة تعمليه بردك هوريكم فكرة ان كنت تعمليه زي ما ديليا هجيب قطعة من قطعة ستان شريط ستان او اي قطعة شريطي كده يكون شكلها حالو وهلسجو تحت التانية اللي انا هتنيها في الطاقية بتاعت بابا نويل وهزي كده زي ما حضراتكم شايفين وهلسجو بالشكل دي تاها الطاقية بتاعته كده هلسجها بالشكل دي اهو كده ده كده شكل ما ديلي او تعالجيه زي ما حضراتكم شايفين حابة كده الدخل فيه الجلم هي الفاتحة اللي في الفاتحينها عاملانها هرول من تحت الدخل في الجلم يبقى جلم هتحطيه برضه في جلم اه او انك انت هتجفليه على شكل ما ديلي هناخكها هكفلة كده على تبقى في ما ديلي وهلسجها كده بورجة فوم بردك من اللبس بتاعه اه زي ما حضراتكم شايفين اشتركوا في القناة